أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرنتش منجز الأخبار بتوقيت منجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شددت مصر على كامل رفضها لتصريحة الصادرة عن مسؤولين رفيع المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وحضرت مصر في بيان لوزارة الخارجية من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء وطلبت بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية مؤكدة على أنها سوف تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين دعية القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نيتانياهو نيتانياهو في اتصال هاتفي أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية يجب أن لا تمضي قدما دون خطة لضمان سلامة مليون فلسطيني يلزون بها ودعا بايدن إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين مشددا على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لتأمين إطلاق صراح جميع المحتجزين في أقرب وقت ممكن كما أكد في الوقت نفسه أن هزيمة حماس وضمان الأمن الطويل المدى لإسرائيل هدف مشترك شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأفاد شهود عيان بأن القصف الذي تزامن مع اشتباكات عنيفة استهدف لعديد من المنازل مما أسفر عن استشهاد أكثر من مئة فلسطينية وإصابة المئات بينهم أطفال ونساء ونتيجة القصف العنيفة نزح عشرات الفلسطينيين إلى المستشفى الكويتي برفح الفلسطينية من جانبه أعلن الاحتلال الإسرائيلي تحرير محتجزين إسرائيليين خلال عملية في رفح الليلات الماضية أعلنت هيئة البث الإسرائيلية تعرض جنود إسرائيليين لكمين كبير بخان يونس جنوب قطاع غزة وأوضحت الهيئة أن هناك عملية إجلاء لجنود قتلى تم استهدافهم خلال الكمينة مشيرة إلى أن الجيش يعاني من وضع صعب في خان يونس من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل عسكريين اثنين في المعارك بجنوب قطاع غزة استشهد شاب فلسطيني بالرصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقمه تعملت مع مصاب بالرصاص الحي لم تسمح لها قوات الاحتلال بنقله للمستشفى ما أدى لاستشهاده في الوقت نفسه أصيب شاب بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال تركته على الأرض ينزف انطلقت في دبي القمة العالمية للحكومات 2024 تحت الشعار استشراف حكومات المستقبل والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام ويشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في القمة إلى جانب أكثر من 24 رئيس دولة وحكومة و120 وفدا حكوميا إضافة إلى أكثر من 85 منظمة دولية وإخليمية ومؤسسة عالمية إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين وبحضور أكثر من 4000 مشارك رياضيا تويج منتخب كوديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على منتخب نيجيريا بهدفين لهدف المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب الحسن وطارة في أبا دي جان كان منتخب نيجيريا البادئ بالتسجيل في اللقاء في الدقيقة الثمانية وثلاثين في زمن الشوط الأول وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الإفواري في تحويل تأخره إلى انتصار ثمين بإحرازه هدفين في الدقيقة الثانية والستين والدقيقة الحادية والثمانين ترجمة نانسي قنقر